شنو الجريم اللي سوها؟ نعم بس بسلطان يقول هذي انتخابات حتى لو انتخابات انتخابات مجرمة والقانون مجرمة ليه ماشي القانون انا ارجع لك القانون القانون ليش يجرم انتخابات القبائل الفرعية ليش؟ انا ما راح تكلم بقضية قبلية او شي لكن جميع القوة السياسية تسوي فرعيات جميع القوة السياسية ويقعدون وطلعون وممثلون بس من خلال مكتب سياسي ماشي حتى القبائل يحرم عليهم من خلال مكتب سياسي او عفوا من خلال جلسة دوانية ليش؟ اش معنى يعني اختيار الناس هذولي دي تجريم الفرعيات؟ نعم يقول لك من لون واحد من طائفة معينة من قبيلة معينة يعني اما في الحركات التيرات السياسية من كل المشاكل محمد شوف القبائل في النهاية هم ابناء الكويت لهم حرية اختيار من يمثلهم انت مو ما تمنع عليهم غرفة التجارة يسوون فرعيات بينهم القوة السياسية تسوي فرعيات اش معنى القبائل؟ ليش؟ انا ما اطرح طالح قبلي اهل الكويت كلهم على راسي قبائلها بحاضرتها كلهم على راسنا بس قضية انه يعني تثق تماما لو ان بداء القبائل يعني عوائل وسجنوا والله راح انتكلم بنفس النفس لانه مبناء كويت هذولي علشان قعدوا وطلعوا قطهم بالسجل سنتين ونص ما يجوز هذا الامر معيب وقانون الفرعيات يجب ان يعدل اذا القصد منه شنل القصد منه القصد منهم يعني تاحت الفرصة لشرائح اخرى هذا الكلام شرائح الكويت اذا يجبون العدل والمساواة والانصاف هناك وظائف لا يدخلها الا فئة معينة الهيئة العامة للاستثمار الفتوى والتشريع النيابة العامة هذه الاماكن اللي فيها فعلا رغبة من ابناء الكويت هذه اللي سووا فيها قانون حتى لو يكون بالقرعة مثل ما سر في الضباط سووا بالقرعة هذه سووا فيها مساواة وسووا فيها عدل موت حق لقانون حق الفرعيات وتسجن ابناء الكويت تقول الله لاتاحة الفرصة لشرائح اخرى يعني شنل الشريحة هذه الطاعة مو كوتيين هذا قانون معيب يجب ان يعدل